السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايا بقلبي كيف حالكم يا رب بخير رجعت لكم في فيديو جديد في هذا الفيديو يا شباب سأشرح لكم كيف تحصلون الموارد الجديدة اللي يضافوها بآخر تحديث يعني سواء كانت الموارد الخاصة بالتخصص لأصحاب التخصصات أو الموارد العامة اللي متوفرة لكل اللاعبين بأي تخصص كان قبل ما أبدأ أشرح لا تنسون لايك واشتراك فعل الجرس لا تنسون تنضمون لقربنا على الفيسبوك اسمه Life After إن أرى بكلها أعضاء عرب وموجود من كل السيرفرات لا تنسون يتوفر أدي شحن العروض عروض اللعبة للاندرويد سواء كان هو فاند مدرسة أو أي عروض كانت أو عروض شحن عملات شمس على آيدي للآيفون والاندرويد والدفع يكون زين كاش أو رصيد حسب الاتفاق اللي بيننا حسابي العفو بالوصف موجود فخلوا نبلل الشرح ونقول بسم الله مثل ما تعرفون يا شباب طرق جمع الموارد تكون طرق مختلفة مثل عندك تحطيب سواء مثل خريطة رودوود أو شي يعني تحطيب تكسير جميع عندك مثل ليفن سيتي تضافه يعني بتحديثات ليفن سيتي خلوا جمع الموارد تكون عن طريق الصناديق حساب البحر تعرفون ما كوا لا أشجار ولا طابق ولا يعني طابق شنو لا أشجار ولا حجر ولا هم فضافوا طريقة حلوة بس تدوق شوية يعني تقدر من خلالها تجمع الموارد شنو هي طريقة جمع الموارد وشلون هالسحتي هالكم بالكامل أول شي ضافوا وعدنا هنا إشارات مثل هذول اللي جاي تشوفوهم نا عندك إشارات وهنان بعد عجي احد شغلنا ووقفت التصور لقيت روح للسفينة المتحطمة والأمة خربانة فيها شباب هسا عدنا قلنا اضافوا هاي العلامات اللي تشوفوها بكل مكان بالخريطة سواء ذني أو ذني يعني تقدر تروح تجمع من عدة موارد وهنا وحدة وما أدري إذا أكو بعد المهم دوروا بالخريطة فهاي العلامة يا شباب تقدر من خلالها تجيب الموارد اللي تريدها وشلون تجيب الموارد وشلون تنفتح لك وطبعا بها انتقال تلقاء يعني شي حلو فقط تنتقل هلا برقاية عليكم السلام برقاية هسا يا شباب مثل ما تشوفون أسا منوصل العلامة تشوفوش راح يطلع ثواني جاني شوفو الطريق هي شغلة حلوة شباب بس شنو تدوق صراحة خلي أراويكم شوفوا شباب شنو طلع عندي طلع هاي الشعلام هاي الفوق إلك مهلة خمس دقائق تجمع بيها موارد هاي المهلة يا شباب يعني خمس دقائق إلك الوقت جاي تشوفو اللي هنا إلك خمس دقائق تجمع بيها ومن تنتهي هاي راح يعني تنتظر يعني تروح لغير وحدة مثل ما نقول من انتهي الوقت هذا تروح تجمع من غير وحدة لان تاخذ هاي اللي تنتهي تاخذ تقريبا ربع ساعة وترجع تقدر تجمع مرة ثانية من عتاة هاي شباب تجلي هنان هاي السنارة ما تجمع الموارد يعني شوفها فكرة حلوة بس شيني شوي هده واخر جاي تشوفون يا شباب عندك أربع موارد قدامكم عندك خلي تبطى واحدة عندك حجر هيمب خشب وهذا اللي ماذا يسمونه يعني مثل الأظام او هيتشي فقط تضغط هيت شباب شوفها الساعدة هاي وحدة سواء شباب شوفها السافترات ادنى هاي الثانية يعني تضغط انته بس اخذ على حركة ايدك شوفوا شباب ثلاث شرح يطون رح يطون ستة من هذا شوفوا شباب انا حقيبتهم غبطة حاليا شوفش انطوني انطوني اربعة من هذا شباب هذا جمع مننا حاليا هاي وشباب لازم لفل مية وثلاثين او فوق يعني لازم وانطوني ثمانية من هذا اللي يسمونه العظام او هيتشي هاي يحتاجها فان هسا هذا شباب جاي يحتاجها تصناعة ال الاسمه انك يعني ساق والله ما اعلم بس بيها كلمة حبر هو شي اسمه بالله انك ساق يعني حبر بس ساق شين قدم الحبر لا شين قدم ماذا ما بدينين مهم هسا شباب نجي مرة ثانية نجمع بس انت شوفوا نلاحظون انا هسا شوفوا بس اخذ على ذبة ايدك راح تفتهم اشلون تجمع هاي الوحدة ينطيك بها ثنين من نانا ووحدة حبر بس اذا جمعت ثلاث مرات صحيحات يعني هسا شوفوا غلطت ش راح ينطون راح ينطون ثنين حبر فقط اذا تجمع ثلاث مرات تاخذ من هاي الحبر اللي شسموها يعني ثلاث دورات تكون نفس هاي اللي اختارتها ثلاث دورات راح ينطوك اربعة حبر وراح ينطوك ثمانية من هذا القدم عرفت اشلون يعني مثل ما نقول يزودوك وحدة هسا شوفوا راح ينطوني اربعة من هذا الحبر بينما اذا كان هسا نقول الحجر هذا الحجر شوفوا شباب هذا الحجر راح يمكنك ضروري وجاي يمشي بالسوق ولازم لفل مية وثلاثين انت بس تاخذ على ذبة ايدك يعني هسا اخذت ثنين راح ينطين كل وحدة وحدة بس اذا نجحت هاي الثلاثة راح يضطين ستة حجر خلي امسحانا شوي حقيبة صاير اهوسة خلي امسح هذا هذا الشباب بالصندوق شوفوا الحجر اربعة حجر ليش ماذا ليش انطان اربعة حجر دقيقة هذا الشباب شوفوا هسا هاي وحدة وهاي اثنين يعني هاي هسا قد صار عده حجر اثنين اه وحدة بوحدة اثنين اذا اخذت المرة الثلاثة حجر راح ينطين ستة شايفين شلون يعني اذا ثلاث مرات يصير انسوا شوفوا شباب راح ينطوني ستة حجر اربعة وباعوا هاسا الاهظة وهاي اثنين الزيادة شفتوهن يعني ينطك اربعة وينطك بعدين اثنين الزيادة هذا الحجر مهم طبعا لازم لفل مية وثلاثين ولازم هاي خطأ يعني اذا غلطت راح ينطيك اثنين تقريبا هجر هذا الشباب شوفوا لعتكم شي بعد بالقدر حتى تحصل الحجر لازم تطور هاي ماكس حتى تحصل مادة الخشب لازم تطور هاي ماكس حتى تحصل مادة الهيمب لازم تطور هاي ماكس عرفت شلون شباب يعني الفاس الى علاقه ولازم تطوره تسوي ماكس شوف هاسا انا حاليا ما مفاتح يعني بس الحجر اللين احتاجه وهاي بدون يعني بدون كل شي ينطيك ولازم لفل مية وثلاثين لاحظ شباب هاسا صار عنده ثنين حجر يعني مو ثنين طلعا كل واحدة ينطين هاسا ثنين هاي هاسا ثنين صارا اذا نشعت هاي الفرة راح ينطيني ستة ملاحظين جد الفرق يعني فرق اربعة واتعلم على ما تاخذ لا شوف هاسا ينطيني فقط اثنين وما راح ينطين زيادة بينما لو كل هن هاي راح ينطيني اربعة ورح ينطيني اثنين زيادة عرفت شباب الفكرة شنو وهذا الوقت شوفوا شباب راح ينتهي بعد ما تقدر تجمع هذنى ذنى مو احتاجين انه ما يصرد منه شوفوا شباب هاسا شنو ياخذ وقت استراحة ثلاثين دقيقة او عفو يقد خمسطعش دقيقة وترجع تفتح فانت شوفوا هال اثنى تروح على غير وحدة وتستمر بالجميع كذلك طبعا شباب اللي حاليا لفل مية وثلاثين اكيد راح يلقي المادة الحبرية اللي بها انك انك ساك هونها شوف الشهن شباب عدكم هاي المادة الحبرية شوفوها السوق فارق خاليا الاستاك مالتها بسبع آلاف عفو بخمس آلاف وسبعمية ذهب الاستاك الواحد يعني العشرين فقط بسبع آلاف وخمسمية شنو جاي صير شا يصير بالسبينة اه شنو يا معود اه تحطمت مدرش بيها والله مدرشين صار مدرش صار كليش لا صار كليش يمكن السالمين عفونا يولي من الكليش اللي صار حتى البنك 300 مرات ها شباب وصل هنا شباب هذا الاستاك عدكم خمس آلاف وسبعمية حاليا الاستاك يعني اتخيل انت تقدر تجيب ست استاكات وبوقت محدود يعني كل حاليا كل عجلة تقريبا تجيب استاكيا وعشرة او مرات خمسة مرات استاكيا يعني اربعين فتخيل كل عجلة تقدر تجيب منها اه تقريبا نقول عشر آلاف انت تقدر باليوم ترسل باليوم تقدر ترسل اه حسا شوفان اذا انها يعدك عشرين بعشرين اربعين تقدر ترسل باليوم تقريبا اه اربعين وهاي الاربعين اه هاي يقل للحاقي بان فوله وبعدها شاية تروح تشتري من نانا من نانا هم تشتري اربعين يعني تقدر بس من هاي تجيب باليوم اه ثلاثين الف ذهب صافي وشي كلش حلو اما الحجر الحجر كذلك جاي ينباع وبسعر حلو يعني تقريبا الاستاك ألفين ونص يعني اللي يحب يجمع بسهولة يعني خصوصا اصحاب التخصصات اللي ما تجيب ذهب مثل ريفل مان مثل فيروس هاي السوالف اه توقع يعني ينطيك يعني ينطيك زيادة بهاي الانكلان تدرون مالة العظام خاص بها وان هاي نسيتها هاي شباب واصحاب التخصصات طبعا اكو مهارات بتخصصاتهم لازم يطورها مثل حتى تجيب هاي الموارد اللي قدامكم يعني الاصحاب التخصصات يعني مئة بالمئة لازم تطور المهارة حتى تطلع هاي المادة وكذلك بالنسبة الاصحاب الماينر هم لازم تطور هاي الموجودة بالتخصص وهذا الحجر اللي قلت لكم عليه شباب هم ينباع حاليا الاستاك تقريبا 1500 2500 الخشب كذلك عدك هاي المادة الاولية حبيب عقيل وعدك هاي المادة المال التخصصي يعني هاي كل يقدر يستخرجها هم تختار الخشب بالدولاب اللي يفتر وهاي هنان بس للتخصصات كذلك موجودة بالتخصص الفيديو صار طويل بس هذا النية الخاص يعني انا جاي شوف بس الحجر هذا قلت نشوف والله يجوز هذا يستخدمه ما ما ادري فنفس الشي بد نسبة للهم هاي المادة العادية وهاي مادة التخصص ان شاء الله استفاديتم من الشرح وقدري طولت بالشرح بس قلت احشيتكم بشكل كامل وخلص فيديو اليوم حبايب قلبي لا تنسون دعمكم ولا تنسون تعليق حلو مثل عيونكم الحلوة حتى كثر لكم شروحات وكثر لكم يعني فيديوهات عاشت ايديكم على الفيديو اللي صفات مشاهدات حلوة ودعم حلو ما قصرته فاريتكم هيج حتى يعني صل واس انزل فيديوهات اكثر وخلص فيديو اليوم شباب اشوفكم او خلص